ماذا نعطي العظام لكلبه او لا ماذا يجب أن يأخذ البروتين في النهار كلب حركي كثير رياضة لا يوجد كلب ناعس ولا يوجد كلب صغير السلام عليكم في الحلقة اليوم على التخذية عند المال لنوار كما تعطي الماكلة لكلبه لا تعرف ما هي الصحية هذه الحلقة مهمة و لا تنسى نصيحة اليوم والسؤال هذه الحلقة كما العادة في الأخير في الفيديو بالنسبة للمال لنوار من الصغر ستحترم نظام غدائي الذي سيكبر الكلب و سيكون كامل بالنسبة لكلب من ناحية الطاقة وفيتامين وكل شيء كما تحترم تغذية متوازنة لكلب ماذا سيحتاج الكلب؟ سيحتاج البروتين الليبيد الجلوسيد وفيتامين طبيعة الحال كل شيء سوف نضع عليها بحديثها لكي نصرحها لكم أكثر أول شيء سوف نبدأ بالليبيد الليبيد أو دهنيات أو دهنيات أو دهنيات مهمة بالنسبة لكلب تماما البروتين و سوف نضع عليهم هم الأخرين و سوف نفصلهم جيدا و نضع عليهم بالتفصيل ولم يصلاحون البروتين ولم يصلاحون البروتين وكلب رجعوا لبيد دهنيات 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 مهمة لكلب يعني الكلب يبقى نشاد أو تتحميه من الأمراض يعني تقوي الجهاز المناعي له الليبيد أو لا كغيس مثلا الزيت السومو و كنا نقدر عليها في الفيديو قبل يجب أن تبع الدوزاج الذي يجب أن تعطيه ضروري تحترم الدوزاج حيث كلب صغير لا يوجد كلب كبير يعني دهنيات دهنيات الخاصة لكلب الكبير الغلوسيد 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 مهم من الصحة الغلوسيد إما في الروز أو في البط يعني القامل أو من هذا يجب 21% كلها روز أو البط ثانية الغلوس كامل مالكígenة السياسة هذه الملوكيات هي praise جديدها كاملا وتقيديها إنهم متلفены لأنهاها كاملا ثم Christina فان ت Invulay لا يوجد جميع أنواعها ولكن يوجد جاج واللحم القنية والحوت هنا يكون البروتين يوجد البروتين في الخضراء ولكن لا يوجد البروتين على البروتين لماذا يصبح البروتين بالنسبة للكلب؟ يوجد البروتين مهمة بالنسبة للكلب تماما بحل الإنسان يوجد البروتين يوجد أحد العامل مهم في النمو الجسم 20% من الجسم أو الأعضاء تبغي البروتين يعني تكون من البروتين منهم العظام العظام تكون من البروتين ثانية يوجد البروتين يوجد البروتين يوجد البروتين ويوجد الكثير من الأعضاء التي تكون من البروتين منهم الهرمونات منهم العصاب التخيلية منهم منهم السيستام إميوني وحتى الجهاز الهدمي يحتاج البروتين موسيقى بالنسبة البروتين ماذا يجب الكلب يأخذ البروتين في النهار طبيعا الكلب يختلف من كلب الكلب كلب حراكي كدير رياضة لا يوجد كلب ناعس لا يوجد كلب صغير يوجد البروتين ايضا الكلب يحتاج بابين ثلاثة إلى الستة جرام من البروتين في الكيلو واحد من الوزن الكلب ثلاثة إلى الستة جرام من البروتين في النهار وفي طبيعا الكلب يأخذ طرف الطرف الطرف لن يوجد كل مايك ومع 100% إذا بالنسبة للكلب الذي يوزن 30 كيلو وحركته قليلة ويجري بشكل كبير ويجري بشكل كبير نعطيه 15 جرام الحم نضرب 15 جرام الحم في الوزن الكلب يوزن 30 كيلو نضرب 15 جرام الحم سوف نضرب 450 جرام الحم يعني نصف كيلو الحم جج حود بيض سوف نضرب 15 جرام الحم سوف نعطيه العظام للكلب أولا لا السؤال مهم وهذا السؤال يوجد الكثير من الناس يتطرحون هذا السؤال العظام فيهم وفيهم أولا نضرب على العظام للجاج أو للناس الذين يعطيهم الكاركاس للجاج للكلب أولا العظام لا يوجد الكثير من البروتين يعني يوجد 21% من البروتين يعني لدينا كمتلك يأكل الكثير ولكن النسبة للبروتين قليلة يعني لا تكفي الاحتياجات من الكلب والثاني شيء خائبة أن العظام والكاركاس للجاج كان الناس يطيبونه يعني يطيبونه 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 يعني بسهولة أن العظام عند الكلب يقدر يوحل في المسرعان لا يدوش كيف لا تشاهدوا في هذه الصورة أو لا يقدر يطيبونه الغشاء المسرعان وهنا يبدو المشاكل ما هو العظام أو ما هو النوع العظام الذي نعطيه الكلب الذي يطيبونه الذي يطيبونه عن الناس أول أن العظام مهم من الكلب أن يكون قد تكون سنان والآن الثانية أن الكلب تحتاجه إلى المشاكل ومشاكل الذي يكون في السنان إذن من أجل أن يعطيه كبير الذي يمكن أن يطيبونه لا يعطيه شيء يطرف للعظم كبير ويستطوء ويقدر الله يوحله أو لا شيء بالنسبة للكروكت أغلبية الناس ستساهلون في التحذير بالنسبة للناس الذين لا يوجد الوقت أو شيء الكروكت تساهلون في التحذير إذن أغلبية الناس ستتجهون فيها الكروكت فيهم وفيهم الكروكت تساهلون في التحذير يختلفون بالنسبة للبروتين يعني أن هذه الكروكت تساهلون مثلا بلعظم أو البقايا يعني النسبة للبروتين ضعيفة يعني أنك لا يستفيد من البروتين الذين يأخذهم وإذا كنت أعطيه لكروكت من الأحسن أعطيه لغام التي تطلعها قليلا 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 ولكن تحتوي على جميع العناصر التي تحتاج الكلب لك كما تفادع أن الكلب يطيح في مشاكل الهضم يعني أول شيء لا يستطيع أن تخلط لكروكت مع اللحم لكما تحتاج الهضم يعني السرعة الهضم لكما تحتاج الهضم لكما تحتاج الهضم لكما تحتاج الهضم فهو يجب الهضم لماذا تحتاج الهضم لكما تحتاج الهضم وحديث الهضم أن الكلب تحتاج المشاكل في الهضم يعني عندما يحدث المشاكل بالفلوغ الإنتستينا يعني الكلب تم عمل لكما تحتاج الهضم أول شيء أن تحتاج الهضم لماذا تحضيره المرحة مرء الكروكت الذي أعطيته في هذه الساعة ستتمكن من إخوة عشر أيام في عشر أيام ستقوم بشكل أولا ستصبح أربع الماكلة الجديدة التي تقدمها ستبطلها للمرء الكروكت ستصبح أربع جديدة للمرء الكروكت وفي الاخر كل المرء الكروكت الكرم المطلوب الذي أعطيته السيد مولان من بعد أن أعطيه نصف لك الجداد و نصف لك القدام من بعد أن أعطيه ربع لك القدام و تلت أربع لك الماكلة الجديدة و تحرك الله في 10 أيام بعد 10 أيام إلى ما تقوم بقع فيه إما هذه التراثيات، دائما استخدامتها بسرعة و أي أن تصف لك الجديد أو أن أعطيه الماكلة الجديدة وتبدله الكروكت جدد النصحة التي أريد أن أقول لكم اليوم وهي أن من الذي تأخذ كلب لأول مرة يجب أن يغوط ويجب أن يغوط لأنه في الأول يكون ملف ماء ويجب أن يجب أن يغوط ويجب أن يغوط ولكن فيما يستعد مساعدة أو يجب أن يغوط يجب أن يغوط ولا يغوط فهذا يمكن المعطة أيضا أو يجب أن تغوط من الذي يغوط فهو يأخذ كل ذلك اخافة من على المناطي المجدد ما الذي سيقوم به سيهري سيقول أنه بالدوء السكت سيأتي في الدوء الجو و من أن التغويت لا يأتي المناطي 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 لأنك بالدوء يمكنك أن تصبر عليه تلتها من الأولى وبعد ذلك هذا التعالي إذا كان عزتك منتجات أو تصدع في حالي فعوا على المناطي الممكن ليس نصر مهم لا يوجد شيئا وعندما قمت بتصويره لأنه عندما قمت بتصويره وقمت بتصويره وقمت بتصويره وقمت بتصويره من نسبة السؤال سوف نقوم بتصويره كمانتر البنت اسمتها بنت ترى التي تقول أنه يتلح عليها بثاف ورجله يكونوا مصخين يعني كلبك يفرح بك ولكن يتلح عليك برجله مصخين إذا تخيل معي أنت خدمة أو مدراسة أو شيئا وكلبك يتلح عليك ورجله مصخين إذا تنسى أن الأراء والنصائح والناس الذين لديهم الخبرة وقمت بتصويره وقمت بتصويره وقمت بتصويره وإذا لديك أي سؤال أو مشكلة اشتركوا في القناة إن شاء الله موسيقى 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 شكرا